اشتركوا في القناة 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 اكل مده نضغط على النقطة اللي على اليمين هنا دبل كليك كل مسحها لاحظ كيف الآن نرسم دائرة أخرى لكن حجمها منتصف أو نصف الدائرة اللي رسمناها أول مرة نضغط على مساحة العمل ونخليها 200 في 200 صارت منتصفها بالضبط نضعها على الخط حيث تكون من القمة بالضغط مضبوطة على الدائرة الأولى ونخلي لونها أسود هكذا لاحظ بدأت تبان للمعالم الشكل بالالت نأخذ نسخة هكذا ونجعل لونها أبيض نرفعها إلى الأعلى قليلا لو لاحظنا كذا صار الشكل مضبوط معنا طبعا يحتاج هنا نكبرها شوي بالشفت تقريبا كذا الآن عندنا الدائرة اللي هنا فممكن نرسم مثلا دائرة أيضا خلها مثلا 100 في 100 ونخلي لونها أبيض ونضعها هنا هكذا نأخذ بالالت كوبي للأسفل مع شفت بهذا الطريقة ونخلي لونها أسود نخلي الفل حقها أسود كذا صار عندنا الشعار جاهز بأفسط طريقة ممكن نعمل لها رفلكت أو نعكاس بالطريقة التالية نروح من قائمة وندو طيب ما لست رحت شوي من وندو نظهر اللي هو نأخذ السكل الكامل ونخليه في جروب بالألت ننزل النسخة تحت هكذا كلك يمين عليها ترانسفورم رفلكت نخليه هورزنتر هكذا نروح هذه نحدد عليها ونضغط هنا عالمة الفاي هذه دابل كلك عشان يعمل لنا ماسك نشيل الكلب الآن نرسم مثلا مستطيل أو مربع هكذا بهذا الطريقة نأتي إلى أداة التدرج double click عليها نضغط هنا ضغط الآن بنأتي نرسم خط التدرج إلى النهاية هكذا تقريبا وننزل هذه تقريبا كذا صار عندنا هو الانعكاس للشكل اللي عندنا هذا لو نصغرهم مع بعض خلينا نروح هكذا صار عندنا الشكل مظبوط وفيك إنه انعكاس هنا ممكن ترفع شوي أتمنى يكون أعجبكم الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته